أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أهمية أخذ الجرعة المنشطة بعد مرور ستة أشهر بحد أقصى من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم فيزر بيونتيك وتطعيم كوفشيلد أسترازينيكا بهدف الإبقاء على مستوى فاعلية التطعيم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يواصل الليلة بالنهار في رصد آخر مستجدات التعامل مع الجائحة العالمية وفي إطار المتابعة المستمرة للمراحل اللاحقة للتطعيم المضاد للفيروس أكد الفريق الوطني الطبي أن الدراسات العالمية أثبتت انخفاض الأجسام المضادة بعد مرور ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من التطعيم مما يؤكد أهمية أخذ الجرعة المنشطة بعد مرور ستة أشهر بحد أقصى بعد أخذ الجرعة الثانية من تطعيم فيزر بيونتيك وتطعيم كوفشيلد أسترازينيكا بهدف الإبقاء على مستوى فعالية التطعيم في ظل استمرار الجائحة العالمية وتعزيز المناعة على مستويات عالية في الجسم ضد الفيروس لسيما وإن الجرعة المنشطة بصفة عامة هي جرعة تعزيزية لتقوية المناعة المكتسبة وتنشيطية للذاكرة المناعية وبينت الأحصائيات في الدراسة العالمية انخفاض فعالية تطعيم فيزر بيونتيك في الشهر الذي يلل الجرعة الثانية من 88% إلى 74% في حين انخفضت فعالية تطعيم كوفشيلد أسترازينيكا من 77% إلى 67% بعد 4 إلى 5 أشهر من بعد أخذ الجرعة الثانية حيث استندت الدراسة إلى بيانات أكثر من مليون ممن أخذوا هذه التطعيمات كما بيّنت الدراسة إنه قد تنخفض الحماية التي يكونها التطعيم لدى كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول الشتاء إلى أقل من 50% الفريق الوطني الطبي جدد التأكيد على ما أثبتته المؤشرات الوطنية بشأن فعالية الجرعة المعززة ودورها في تعزيز الاستجابة المناعية في الجسم لما توفره من حماية من الفيروس والسلالات المتحورة منه داعيا الفريق الوطني الفئات المؤهلة لأخذ الجرعة المنشطة المبادرة بالتسجيل وذلك للوصول إلى المناعة المجتمعية ترجمة نانسي قنقر